تجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المعظم بتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة والمساهمة في الحملة البحرينية الوطنية لإغاثة أهلين في غزة قدمت مبادرة كاف الإنسانية ست سيارات إسعاف مجهزة بالكامل منها عيادتان متنقلتان بهذه المناسبة ثمن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين في غزة جهود مبادرة كاف الإنسانية وشراكتها الفعالة مع المؤسسة لتنفيذ التوجيهات السامية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتمنيا من جميع الجمعيات الخيرية والمهنية المبادرة لمثل ما قامت به كاف الإنسانية لتوحيد الجهود الوطنية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة مؤكدا أهمية هذا التبرع الذي يعد امتدادا للإسهامات الإنسانية لمملكة البحرين لا سيما في ظل الظروف الراهنة في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة مضيفا أنه سيتم نقل سيارات الإسعاف برا عن طريق المملكة الأردنية الهاشمية ومنها إلى غزة مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي بهدف تعزيز قدرات الإسعاف والطوارئ في القطاع لتبقى قادرة على تلبية خدمات الإسعاف لأبناء الشعب الفلسطيني الحمد لله اللي كرمنا أن نقوم بخدمة أهالينا في غزة وهم في أمس الحاجة لوقوف الناس معاهم نشكر سيديات الملك على مبادرته في إنشاء لجنة وطنية لإعطاء أهل البحرين والجمعيات شرف المساهمة في خدمة الأشقاء وجلالته كان من أول الداعمين ولا ننسى دعم سمو ولي العهد ومواقبه مع الأشقاء ونشكر حكومة الرشيدة وكل الجهات اللي أعتقد معنا الخارجية الصحة فلهم جزيل الشكر نشكر قائد العمل الإنساني يسموه شيخ ناصر وضمن تعاون البحرين وأهل البحرين سعيدين أن جمعية كاف تابع الإصلاح قاموا بمبادرة للتبرع بست سيارات أسعاف والله الحم جهزنا ست سيارات أسعاف أربعة منها سيارات أسعاف عادية وثنتين عيادات متنقلة تقوم بدور المستشفيات الميدانية وفيها مكانيات ومجهزة بكل الالتزامات الطبية طبعا يأتي هذه التبرع السخي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الله يحفظه وتنفيذا أيضا لتعليمات سيدي ولي العهد وبقيادة شيخ الشباب الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه ونفتخر حقيقة أن نكون جزء من هذه الفريق الواعد في قيادة العمل الخيري في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر